في كل وقت تصمت المساجد هذه حالة لابد أن نقف أمامها وأن نتأمل هي حالة طبعا لها إيجابيات كثيرة جدا جدا منها أننا استطعنا أن نعيد ترتيب أرواحنا مرة أخرى أن نرى أبناءنا نجلس في بيوتنا ونكتشف أن الحياة كانت خادعة دما كانت تأخذنا بعيدا عنهم هناك فوقت كثيرة جدا 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 هل ممكن أن نستمع لجزء منها؟ كيف يمكن تعبير عن الكورونا شعرا؟ طبعا هناك فرق بين أن أعبر مباشرة عن القضية وأن أمسها حتى تخرج القصيدة عن مسألة المناسبة أدركت خمرا كان مخبوءا بقبو البيت شمعا لم يوضع من قبله مرقوما وأولمت الهباء مؤجلا كنت اكتشفت حقيقتي كزجاجة صفراء ذات أسرة وعببت حتى مالت الجدران وانطلقت تصاويري مصادفة دخلت أنا الذي لم أبرح المبنى طوابقه الثلاث الشعر والفوضى أكاديمية العمياء كنزها هنا تحت الحذاء الأسور الشيطاني ملقا في غيابته فكم درجا رقى وضروب تجريب مشى وسعى حثيثا كاليعاسيب الغريبة في مهامهها وعذب قنة بطنينه هذا الحذاء الأسور الشيطان أم خفى حنين عاد لعسل ولا ماء ولا لبن إلى ذات الخراب الآدمي الدائري إلى جزيرته اللعينة قبر وحدته المعاد كنز هنا والشمعة الأولى أضعت فسفهت بشعاعها الشاجي شبابيكي عندما يكون أشاعرا أكاديميا هو أيضا ينحز لي أشعراء من أطلاب كيف ترعى ولك مجال الأوباع في هذا الطريق كيف ترعى هذه المواهب كيف تفتح لهم الأبواب كيف توجههم هذا سؤال مهم جدا جدا لأن في الحقيقة منذ أن وعايت إلى هذه المسألة وأنا تنبهت لفكرة أن المواهب تحتاج إلى من يرعاها ومن يفتح لها الطريق أول مسألة وعلمها للطلاب هي مسألة الحرية لابد أن يكون حرا في قراءتي حرا بمعنى حرا تحرر من القوالب مثلا ولكن تحرر من الأفكار ماذا تعني بحرا؟ حرا ألا يسمح لأي فكرة أن تهيمن عليه أو أن تسيطر عليه لابد أن يختار ثانيا مسألة أن أكتشف في هذا الطالب ما يميزه إنسانه وأن أوجهه إلى قضياته الخاصة كل إنسان يولد بقضية لكنه لا يكتشف هذه القضية ثالثا أقرأ لهم في كل مكان وأجعل الشعر ترنيماتهم نقرأ في الشوارع ونقرأ في الجامعة ونقرأ في كل وقت ونرسل لبعضنا البعض الأشعار وأستمعوا إليهم وأقومهم ولا أقول لهم أبدا أنك لست جيدا فالذي في بداية الطريق إذا وجدت تشجيع سيصبح عظيما وقد صار من هؤلاء شعراء أوضماء حصدوا الجوائز على المستوى المصري وعلى المستوى العربي ولكن هي أيضا موهبة وملكة يعني كيف تتعامل كأستاذ وأيضا كشاعر